بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه البعين النهاردة ان شاء الله هعمل حواوشي شوفوا الطريقة تحت الحواوشي اللي انا بعمله اولا انا بضرب البصلة بضربها جامد قوي نعمة وبعد ما بضربها بحط معها حتتين ليا ليا ضاني بتعمل تحل الحواوشي وطعم جميل جدا فانا الوقت بضرب البصل اللي هضربها نعمة قوي قوي مش يعني بصوا نعمة خالص ادي حتت ليا هحط كمان ايه بصوا دي ليا ضاني هطحانها برضو مع البصل كده افرمها جامد قوي وطبعا اللي بتحط بقى معايا الفلفل بحطي فلفل مش ألوان يعني فلفل أحمر اللي هو فلفل العادل أخضر بس محمر شوي حطيت حتت ليا كمان طبعا انا مجربا بالليا ده بيقل بريحة الشقة كلها كده ان انت فعلا بتعملي حواوشي عن ما تبقى اللحمة جفة كده خالص يعني انا خلاص وفرمت اللي وفرمت البصل هفضيهم وبعدين بقى ايه افرم الفلفل مش فلفل ألوان فلفل أغضر وفلفل أحمر هو كان أغضر بس حمر يعني في الدلاجة هطحنهم برضو قوي وحطهم عليه وانا بحب بجيب طمط مية كده بقطعها على حيطة صغيرة وحطها مع الخلطة دي بتبقى طرية جوه اللحمة كده بتخلي اللحمة طرية هي ما تبقى شطع يعني كتير زي البصل والفلفل هي طمط مية واحدة وقطعها قطعة صغيرة خالص وبعدين هحطها ايه مع الحشوة دي كلها وبعدين ايه نحش بيها العيش طبعا بصوا ده ملح وفلفل وشوية كمون وشوية بهارات لحمة وشوية بابركة بس هقلبهم بقى كويس تقلبها حلوة بس ايه افرم لهم الفلفل الاول يعني هو تغيير برضو لازم يكون في تغيير كل يوم التاني كده انا الحواوشي استحالة اشتري من الشارع استحالة اجيبه من اي محل لازم اعمله من البيت عشان اضمن نظفته واضمن ان دي لحمة وجاية من الجزار واضمن كل حاجة فيه بصراحة الحاجات اللي فيها للحوم وبالزاد للحوم المفرومة دي انا بحذر منها جامد انا ونحنا نشتريها من بره خالص يعني بس انا فرمت برضو الفلفل اهوت حافظ دي بقى عليها وطبعا انا حطيت التوابل زي ما قلنا ملح وفلفل وشوية كمون صغيرين وبهرات لحمة وشوية بابرك بس ده اللي انا حطيته معليه والطمط مية اللي انا مقطعها دي بس انا مقلب حلوة قوي قوي عشان هي ما تتيريش بجيبها كده بحطها دي بتخلي اللحمة جوه العيش فيه طريان شوي يعني وكل نص الريب بييجي فيه قطعتين بينها يعني مش كتير يعني طبعا ومحضرة انا طبق اللي هو النبيت ده حطه فيه سمنة وزيت ده اللي هدعك بيه العيش من جوه وهدعك بيه العيش من بره انا حطيت الملحة هوت زودت شوية لما لقيت الخلطة ماشاء الله كترت فزودت شوية ملحة وشوية فلفل اسم هدعاكم بقى ايه في قلبه بعد حلوة قوي قوي وبعدين نبدأ ايه نعب العيش انا بعمله في الفرن انا عادة يعني الرغيف بلفه في الورق الزبدة بس هو للأسف النهار ده ما عنديش ورق زبدة فانا هرصه في الصينية وحغل في الصينية بالفويل وهدخلها الفرن بصوا ده يعني همه ايه همه همت شوية الطماطم اللي انا هي طماطمية كبيرة كده انا قطعتها قطعة صغيرة وهبدأ ايه احطها دي يعني ما مش قادر اقولوكم يعني بتخلي العيش من جوه طري وجميل ازاي بص انا مش هدعكها كتير عشان ايه ما تتيريش نبدأ بقى نجيب ايه ونعبي بقى العيش طبعا احلى عيش يتعمل اللي هو العيش البلد بتاع الفرن لان فيه لبة من جوه فبيتحمل السخنية وفي نفس الوقت بيطلع طري كده وجميل عني العيش اللي هو بيتباع بجنيه دوت ده ناشف دوت مجرد الرغيف مثلا ما يقعد باخر النهار كده بمعمول توصل هو نيشف وقدت كده انا جاي بطبعا عيش من الفرن عادي هبدأ بقى ايه افتح العيش وبالفرشة هغلفه من جوه بالده ده زبدة وثمنة وزيت معلش اسفة وزيت شوية ثمنة وشوية زيت من الزبدة لأ ثلاث اغلب برضو الصنية هي الكمية دي تلعت تقريبا عشر ترغفة بس مليانين ماشاء الله حلوين وتفضل حتة صغيرة كتعايزالها الرغيف كمان يعني بس انا ذهمتها الزيتة هوت والثمنة هجيب بقى العيش هدي هنا برضو بالفرشة من جوه وبعد ما عبيه برضو بدهينه من وش الغيف ومن دهر الغيف وبرحطه الجلوس جنب بعضين كده بيبقى طاري بقى وجميل مع بقى اللحمة فيها ليتها وكده يعني انا زي ما قلتلكم قبل كده انا بحط الصوت على الفيديو بعد ما بناكل خالص يعني بالليل خالص كده مش قادر اقول لكم ده يعني الريحة كانت قلبة الدنيا ازاي الحتة اللي هي كتعاملة شغله جميل او او مع الحوابشة هدهينه برضو من ظهره واحطه ايه واحد جنب التاني جاية الصينية دي خدت خدت ستة خدت ستة الريفة هكمل الباقي بصاق تاني ودخلهم الاتنين مع بعض في الفرن يعني كنت بليف في الريف في الريف الريف في الورق الزبدة ما عنديش زبدة فهي هحطه كده واروح مغلفة الصينية كلها من ورق الفويل يارب يكون القفل ده اكلنا الطبيعي والله ده اكلنا عشان انا كل فيديو بينزل بينزل لأول مرة انا قناتي جديدة وكل فيديو بينزل بينزل لأول مرة انما هو ده الطبيعي اللي احنا بنعمله يعني عادي يعني هكمل ما بقيته بالطريقة دية نازم يتغلق من برة ومن جوه عشان ياخد ايه الاحمرار يبقى متحمس كده وهو طالع طري وجميل وبعدين لو مش هيتاكل في وقتها يعني احنا خدصنا وكاننا على طول لو مش هيتاكل في وقتها عادة بحطه في حلة بص انا هلفته بالورق الحلالي ازاي الصينية ودخلتها الفرنة اجيب بقى الصغر يعني اللي بيفيد او لو مش مثلا خلصت الاكل بدري ولسا اللي هيعودوا مثلا يتغدوا مش متوجدين كلهم بحطه في حلة وقفلوا الغطب بتاع الحلة عليه بيطرى بقى وبيبقى جميل بقى ما يبقىش ناشف كده ولا حاجة ابدا يعني جوه الحلة وتغطيه بالغطب بتاع الحلة وتبص تلاقيه طاري وجميل انما المرة دي تلع كله الا هيتبقى برعت ايه حطاه برده جوه الحلة وشلته بالليل رح لمستخنينه في الميكرويف والتاكل يعني بقى الفانة وشفة للجميع انا طلعته هوت بص شكله عامل بقى ازاي لما هقلبه برده طبعا سخت طبعا بص مجرد بقى ما تحطيه في الحلة او تلعطيه اي حاجة او تغطي عليه بيبدأ بقى ايه يحن تاني ويطرى من ايه ويطرى بقى بقى جميل هو دلوقتي ترى انا هقسم لكم واحد دلوقتي وتشوفوه طاري طاري وجميل يعني بس حروفه انا بحبها هتبقى ارمشها كده ألفه هنا وشفه يا رب للجميع يا رب جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم بإذن الله انا هرص بقى كله هنا بسه بقى وشه عامل ازاي بسه جميل شكله جميل وبيل والريحة صرف النظر عن اي شيء الريحة رهيبة في الشقة رهيبة اهو انا حطيت وهوت اللي موجود بقى من اللي في البيت هياكل والباقي هغلفه بالورق الحراري ويتشال حد ما اللي بره يجب ان شاء الله بإذن الله هو عيش الفرن بوشيلين ده اللي فضيع في عميل الحراري بصراحة يعني غير بقى لما اللي يتعمل جوه عجينة زي الاسكندرانية كده ما بيعملوه جوه العجين برضو بيبقى في منتال جمال انما العيش اللي هو بيتباع في السوق دوت اللي هو الخفيف اوي ده ما ينفعش للحوامش من وجهة نظري انا ما ينفعش للحوامش ادي هوت خلص خلصنا كده خالص ضلع بقى مخلت بقى بتاعنا ونبدأ بقى ايه اللي عايز تغدى بقى الفهنا وشيفه بس انا اقولكم واحد دلوقتي تشوفوا شكله عامل ازاي بصو انا ايه شقيته هوت بص قلبه بقى مليان باللحمة هو كيلو اللحمة مع شوات البصر اللي انا عملتوه عمله حوالي احتاشر رهيف يعني هو بصو بصو جميل ازاي الطماطمية دي بقى جميلة يعني انا بحبها بصراحة طول عمري بعملها كده قد انا انا عملت طبقين لي انا وبنتي وشلت بقى الباقي لحد اللي برا ما ييجو بالسلامة يقل ان شاء الله بإذن الله هحطوا جوه الميكرويف وقفل عليه لو هيغيب اكتر من كده يبقى الاسلم حاجة الحلة بغطاها لو هيغيب لكن هو شوية كده ان شاء الله ويتجمعوا يقل ان شاء الله بإذن الله بصو انا عملت هوت لي والبنتي هوت انطلعنا بقى المخلل وبالفهنا وشيفه يا رب للجميع يا رب ان شاء الله جربوها كده وقولولي ايه رأيكم ان شاء الله واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله